موسيقى الاعتلاف السوري يختار احمد طعم لولاية جديدة ترى ما الذي انجز في القديمة واتفاق امريكي الروسي على تبادل المعلومات عن الدولة الاسلامية داعش كعدو مشترك غريبة هل ينفرض عقد اوبيك قبل اجتماع نوفمبر السؤال يطرح نفسه بقوة في هذه الايام وتزبزبات على كافة المستويات في الاسعار والمواقف واليوم العالمي للصحة النفسية والعالم كله يعاني نفسيا هذه ابرز الموضوعات التي سنتناولها في هذه الجولة من هذا البرنامج دعوني ابدأ باهم واخر الاخبار حتى الساعة الجيش العراقي يصد هجوما على الرمادي وتعزيزات الى عامرية الفلوجة حفتر يبدأ هجومه سعيا لاستعادة بنغازي من الاسلاميين دول الخليج تعتزم تشكيل قوة بحرية مشتركة للدفاع عن مياهها وكيري يصل بينا للاجتماع مع جواد ظريف وكاثرين اشتون حول برنامج ايران النووية مرحب بكم من جديد مشاهدي الكرام نبدأ بشأن السوري بعد شد وجذب كبيرين طعمة اعيد انتخابه لولاية جديدة في الاتلاف السوري المعارض وقيل بان الدوحة والرياض كانت على خلاف في هذا المنصب وحدث نوع من التجاذب ادى لتأخر هذه النتيجة حتى ظهرت بهذا الشكل نتائج ذلك نعكاساته الاتلاف السوري نفسه ما هو دوره في المرحلة المقبلة وما الذي فعله في المرحلة السابقة هذه الاسئلة وغيرها اتوجه بها الى ضيفي هنا في الاستوديو الاستاذ دريد البك المحلي السياسي استاذ دريد مساء الخير اهلا بكم انا ارحب بكم معنا في هذا البرنامج نعلك تتابع ما يدور في الشأن السوري بطبيعة الحال وعملية الانتخاب التي جرت اخيرا طعم رئيسا لهذا المجلس باعادة انتخاب ما الذي فعله الرجل ليعاد انتخابه بالواقع اذا سألت السوريين ان كانوا في الداخل او في الخارج عن اداء الحكومة او ما سمي بالحكومة والتي كانت اول حكومة ورئيسها احمد طعمة والتي كانت شرطا دوليا للاعتراف بالاتلاف ولتوجيه الدعم له بالواقع ان السوريون محبطون من هذا الاداء ولكن اذا نظرنا بشكل موضوعي الى اداء هذه الحكومة والاحباط العام الذي عليه السوريون متفقون الى حد كبير على اداء هذه الحكومة نعتقد ان الدعم الدولي لم يكن بحجم التطلعات والامال التي يريدها الشعب السوري من هذه الحكومة وبالتالي اذا اردنا ان نعطي شيئا من العذر لهذا الرجل الذي يعني مارس عمله كرئيس الحكومة لفترة اقل من سنة تقريبا هذا الرجل اعتقد انه لم يؤدي الاداء الذي كان يجب او ينتظر منه لكن قد يكون ظروف دولية خارجية اكبر منه بالواقع يعني كمان هناك الكثير مما يقال عن اداء الحكومة الذاتي لانها وان كانت موجودة بعنتاب وان كانت قريبة من الحدود السورية الا ان زياراتها اتصالاتها بما يجري في المناطق المحررة في سوريا هي الحقيقة محدودة جدا وتأثيرها وفاعلاتها محدودة الى شكل كبير بالواقع ان هناك ادارات ذاتية في بعض المحافظات وبعض المدن اثبتت نجاحها الى شكل كبير لكن رغم عدم وجود الدعم المادي الكافي لمثل هذه الادارات الذاتية لذلك وقد تم اعادة انتخاب الرجل وكنت اتمنى ان لا يتم اعادة انتخابه ليس تقليل من شأنه لكن الرجل اعطي فترة للتجربة فليكون هناك وجه اخر ورجل اخر لكن اعتقد ان الاخوة العرب يريدون دائما ان يدلي بدلوهم في اختيار الشخصيات الانباء سيد دريد يعني دائما تتحدث عن ان فلان محسوب على الدولة الفلانية طعمة محسوبة على قطر جربة محسوبة على السعودية الى مذلك من هذه التفاصيل كيف تقرأ ذلك والى اي مدى هو في الواقع يشكل ايضا ربما نقاط قوة وضعف هذا شيء سيء الحقيقة جدا يعني يجب على الاخوة العرب في السعودية وفي قطر وفي الامارات وفي كل مكان ان يكون دعمهم لشعب السوري ايا كان الشخصية المنتخبة ايا كان الشخصية التي هي على يعني التي ينتخبها اصدق زملائها ورفاقها لتتويجها لمرحلة معينة لكن اعتقد ان يعني العرب هم عرب في النهاية وبالتالي يعني يجب ان تكون هذه الامراض العربية المحسوبية وغير ذلك ايضا موجودة في الشأن السوري نعم قيل الكثير عن احمد طعمة وقيل الكثير عن الجربة وقيل ان الحقيقة دولة قطر هددت بانه لن تدعم الحكومة اذا ما تم انتخاب شخص اخر غير احمد طعمة هذا الكلام ان كان فعلا حقيقة وقد تحدث به كل الذين كانوا حاضرين الاجتماعات ان كان فعلا حقيقة فهو امر مؤسف لكن الواقع يعني نحن نريد ان لا نقف على الاشخاص كثورة سورية وكشعب سوري يجب ان لا نقف على الاشخاص ولا نقف عند تحدي معين وهو اختيار من سيقود هذه المرحلة يعني دعونا نقول ان الشخص غير مهم في هذه المرحلة المهم هو العمل الذي يقوم به وكفاءة التي يؤدي بها هذا العمل وهذا ما نريده من طعم رقم اثنين يعني اذا كان هناك جينيف واحد جينيف اثنين دعنا نقول اننا في طعم اثنين نتمنى ان يكون النجاح حليف هذا الرجل سيد دريد البعض يثب ابعد من ذلك ويكون اكثر قسوة ويقول بان ثورة سورية نفسها التي قامت افرقت من محتواها بهذا التشزي ربما بهذا التدخل الداعشي الذي لفت الانظار وسحبها حتى من مضمون ومكنون الثورة الان حديث كله في العالم عن داعش وداعش في العراق بغض النظر عن من الذي صنع داعش او من الذي يعبث في الداتا الداعشية البعض يقول بان هناك من صنع داعش لكن اخرون تدخلوا ليلعبوا في هذه المنظومة استاذ حقيقة يعني لا يمكن ان تلام الثورة السورية لوجود داعش فيها الثورة السورية منذ اول يوم الحقيقة او بالاحرام منذ ان انكشفت داعش وارتباطها باجندات ليست لها علاقة بالدولة السورية الثورة السورية حاربتها وكل مكونات هذه الثورة حاربت هذا التنظيم بشكل او باخر وقد كلفها الكثير من قياداتها وقد كلفها الكثير ايضا من جهدها فيما لو كانت تفرغت بهذا الجهد للنظام لكانت يمكن اداءة كان افضل بكثير الواقع ان الداعش لا يمكن ان يقال الا انها سهل ظهورها النظام من اجل ان يخلق البعبع الارهابي الذي يعني يستطيع فيه بالنهاية ان يقول للعالم ترى انا افضل من هذا البعبع يعني وان يختار العالم بين افضل يعني اقل السيئين فيكون يعني فيفوز بشار الاسد بمنصب افضل السيئين الواقع هذا الامر قد تجاوزه التاريخ ايضا لان الحرب على داعش معروفة انها ستنتهي بنهاية بشار الاسد لذلك نحن امام فترة معينة ووقت معين في يجب علينا فيه ان نجمع جهدنا من اجل اسقاط هذا النظام واسقاط داعش ايضا يعني لا يمكن ان نلوم ثورة سورية وليدة بينما حكومة العراق التي يعني بدت بنت بلادها قبل عشر سنوات وبنت جيشها وبنت مؤسساتها ايضا سقطت تهاوت امام داعش ثلث اراضي العراق يعني محتلة من داعش داعش على بعد عشر كيلومتر من بغداد يعني لا يمكن التركيز الان على داعش في سوريا وقد حققت ما حققته في العراق لذلك يعني نحن امام معضلة حقيقية نشأت في المنطقة وسببها طبعا هو تهاون المجتمع الدولي في انهاء بشار الاسد بالطريقة الديمقراطية الحضارية بطريقة قرارات مجلس الامن القانونية هذا التهاون هو الذي انشأ داعش وهو الذي دمر المنطقة ودمر بلدان مثل حلب وحمص وحماء ودرعة والان نحن يعني ان كنا نتباكى على عين العرب او كوباني فهي مدينة الحقيقة اذا رأيت مبانيها ورأيت ما فيها يعني الامر يبدو ضحكة امام ما حدث في حلب وما حدث في غيرها من المدن استاذ دريد البيك انا اشكر وبيدك معنا في هذا اللقاء واشكر لك هذا التعقيب الضافي فيما يحدث من تحولات في المشهد السوري شكرا جزيلا لك اهلا بكم ايضا الاخبار تحمل اتفاق امريكا الروسي على تبادل المعلومات عن داعش كعدو مشترك ويبدو ان داعش هي التي تتقاسم المشهد برمته في المنطقة وتثير الكثير من الجلبة والتساؤلات وها هي موسكو وواشنطن تلتقيان على امر ما لعلها بعد غياب طويل والعدو مشترك والغريبة ان الروسي والولايات المتحدة الامريكية كل فريق متهم نعم متهم بانه يقف وراء داعش كصناعة مثلا هذه واحدة من الاتهامات التي توجه ولكن انا وابن عمي على الغريب لا ادري عدو عدوي صديقي خالف هذه المقولة على كل هذا هو المشهد وانا معي في تحليله مباشرة من القاهرة الدكتور عبدالقادر الهواري الكاتب والمحلل السياسي دكتور عبدالقادر بس الخير وشكرا لو وجودك معنا ولقاء امريكي روسي نادر في اجتماحه لقضية ما اتفاق على تبادل المعلومات الاستخباراتية فيما يختص بداعش كيف تقرأ ذلك يجب ان ننظر نحن كعرب كعامة او كمواطنين وكساسة ان العلاقات بين الولايات المتحدة الامريكية واي دولة في العالم او روسيا واي دولة في العالم هي تبادل مصالح من الخطأ ان ننظر دائما ان العلاقة الروسية الامريكية هي علاقة عداء وهذا ليس صحيح بالمرة العلاقات السوفيتية دائما مع الامريكان او الروس حاليا هي تقارب فترات وتباعد فترات اخرى وفق المصالح وما يجري على الارض روسيا تريد ان تحصل على شيء من الكحكة المالية في العراق حتى ان هذا الاتفاق ليس تحالف وانا اعتقد ان روسيا لن تنضم الى التحالف قبل اسبوعين على الاقل اذا كان هناك نية لانضمام من الاصل فروسيا تريد ان تدرب الجيش العراقي والسوري وبالتالي اسلحة الامريكان والروس صناعتهم الرئيسية في العالم اسلحة روسيا نفسها باعت اسلحة العديد من الدول في الاقلال منها العراق والسورية السوريين يطالبون روسيا بمساندتهم بالتدريب والاسلحة والصواريخ والطائرات الامريكان يريدون اكبر كم من التحالف وعدد من التحالفات الدولية روسيا ضغطت على الاتحاد الاوروبي وقالت سؤال رئيسي هل نحن اوروبيون ام نحن اعداء الاوروبة بين المنطقي ان روسيا تعتبر دولة اوروبية وكان هناك ضغطات من خلال الاتحاد الاوروبي والتي تقارب وجات النظر بين الاسنائك اللي عايز اقوله حضرك الشق الدبلوماسي في العالم شيء والمخابراتي او الامن شيء اخر تقريبا جميع الدول العالم تدبادل المعلومات الامنية والمخابراتية نعم دكتور عبدالقادر الهواري بالعودة الى داعش التي تتحد الولايات المتحدة الامريكية وروسيا لتبادل المعلومات حولها من هي هذه الداعش بكل هذا الجبروت وهذه القوة وهذا التحالف الاربعين من اربعين دولة وهذا الضرب من الجو وهي تتمدد وتسرح الآن الامريكان نفسهم ذكروا بانه داعش تتمدد في الانبار بحيث لا يمكن السيطر عليها وهي تخنق الفلوجة هذا التنظيم الذي لا يمتلك ولا اجهزة تجسس ولا يمتلك صواريخ ولا يمتلك منظومات استخباراتية محترفة ولا يمتلك طائرات يعني كيف له ان يهدد المنطقة بهذا الشكل اذا لم يكن مدعوم تمام دعنا ننظر الى ما وراء داعش حتى لا ندخل في الامور البسيطة ما تكون من من ومتى ظهرت والمعلومات المعتادة ما وراء داعش هي قوة دولية عايز تحل المنطقة كلها مشكلتها حضرتك قعد ايران والسعودية على طاولة وروسيا والولايات المتحدة الامريكية على طاولة اخرى الموضوع خلصته ان هناك مشروع القرن ال 21 الامريكي الولايات المتحدة الامريكية تريد اما تفتيت المنطقة او الاتيام بانظمة ضعيفة تقبل الدخول كدولة او محافظة او ولاية ضمن قيادة تركيا وبالتالي يكون هناك شقين رئيسيين في الاقليم هما تركيا وايران وتقوم حرب بينهما ثم يتم جر الدولة المنتصرة لصراع مع روسيا والصين والولايات المتحدة كالعادة هذه المرة تقف بعيدة تماما فما جميع ما يدور في الارض باسلحة العرب وبايديهم وبشبابهم وفي اراضيهم خلاصة الامر داعش وراها قوة دولية كبيرة هناك دعم مالي تركي وتدريب هناك دعم مالي وتدريب قطري دكتور عبدالقادر الهواري الى اي مدى من الممكن ان يقلب السحر على الساحر وترتد داعش على من وقف معها بغض النظر عن هي صنيعة من هو بالفعل حضرتك الحرب بالوكالة او من خلال الجماعات او من خلال شركات امن في العالم القرن ال21 هي غالبا السحر ينقلب على السحر في الغالب او يرتكب اخطاء لا يراد ان يصل اليها مثل ما حدث من القعدة من قبل واعتد على الولايات المتحدة الامريكية التي صنعته الان داعش هناك تخوف ايضا يعني مبرر قبول روسيا المادة بالمعلومات والتعاون هو ان داعش قد تنتشر في دول القوقاز او فسيفساء الوراسية جنب روسيا مثل ما حدث من قبل في افغانستان من قبل وانتشرت السحر على الساحر قد يعود بعض الارهابيين من العراق وسوريا الى دول اوروبا نفسها روسيا نفسها لديها اعتقد هناك اكتر من 600 واحد من منطقة روسيا بتحسف بيت القديم وهناك امريكان بالفعل على رغم ان الامريكان بينفوا ان يكون منهم امريكان موجودين هناك اوروبيين وبالفعل عاد بعض الارهابيين الى انجلترا وتم القبض عليهم هناك ارهابيين بالفعل كانوا يتم دخولهم في داعش من خلال مخابرات دولية من خلال مخابرات البريطانية كمثال والمانيا كمثال اخر نعم دكتور عبدالقادر هواء المتأمن للمنطقة العربية وحالة التشذي والخلاف وعدم الاستقرار التي تحيط بكل المنطقة يعني انت اذا اخذت في الاعتبار سوريا العراق ليبيا اليمن هذه دول تكاد تكون خارج الشبكة في ما يدور فيها من عدم استقرار امني مرشح حتى ان يتصعد ويزيد ودول اخرى تعاني من مرحلة التحول سياسي كمصر مثلا واستقرار كبير ونسبي في الخليج يعني باعتباره المنطقة الاكثر هدوءا في ظل كل ذلك وان كان ما يحدث في اليمن من الممكن ان يؤثر في الخليج كل هذه الشواهد تجعل بعض المراقبين يرغو بان ثمت اصابع تعبث بامن المنطقة برمتها وان ما يدور فيه شيء من انا لا اقول المؤامرة ولكن استغلال الاوضاع هذه يعني اضعف الاتهامات هل تلحظ شيء من هذا القبيل هو حدث القرن الواحد وعشرين بداياته اعتقد حتى الفين وعشرين لن تشهد العالم كله لن يشهد استقرار لا ثقافي ولا فكري ولا علمي ولا عسكري ولا امني ولا سياسي حتى لان مرحلة التغير حتى كنت في مرحلة الثورة الصناعية الان العالم يتحول الى العصر المعلوماتية عصر الجانب المخابراتي فبالتالي العالم ليس هناك استقرار يعني عايز اقول مش اقلمنا بس الحياة يعني الشباب عنده تغريب فكري وثقافي في العالم كله يحدث ذلك لان هناك غازو فكري ان يصبح العالم متأمرك او فكرة العولمة نفسها الصين نفسها على فكرة كتير من الصينيين خدوا هذه الافكار الامريكية وبيتم تطبيقها داخلها الاقليم بالفعل الاقليم معرض دائما لمشكلات لكن حقيقة انا مش عايز اتكلم في الجانب المشكلات لان كلنا عارفنا وكتير يتكلم فيها اللي عايز اتكلمه حضرك هي نقطة ضعفنا احنا انا ليه دايما حضرك اقول انك انت بتعمل ضدي عداء وبتمارس ضدي مشكلات وانا ما يكون ليه مشاريع زيك ليه ما يكون ليش مخططات زيك هي نظرية العلاقات الدولية قائمة على نظرة الصراع في الاساس انا يجب ان تكون ليه مخططات لكن ان يستغل ضد فكرة شد الاطراف والمشكلات المشتعلة سوى تصبح مشكلات اكبر حضرك في القادم اتوقع معارك عسكرية اكبر ارهاب اكثر خاصة ان مصر مثلا اللي لم تتحرك في اليمن ولم تتحرك في ليبيا قد تتحرك خاصة ان او ليبيا بالذات قد تكون مواجهة مباشرة بين مصر وبين تركيا من خلال الارهابيين في اكثر من 416 طيارة نقلت ارهابيين من خلال طائرات قطرية وتركيا الى ليبيا الدكتور عبدالقادر الهواري كاتب المحلي السياسي كنت معي من القاهرة شكرا جزيلا لك اليوم في ساعة مستمر معكم من سي ام بي ساعة عربية فيه بعض الفاصل هل ينفرض عقد اوبيك قبل اجتماع نوفمبر الدكتور صالح شعبان معنا من الرياض دين او النرويجية للنفط تعلن حالة القوى القاهرة في اليمن 60 مليار دولار التبادل التجاري بين الامارات والهند في 2014 موسكو تقول انه يتعين على العالم تقليص الاعتماد على الدولار ارتفاع واردات الهند من نفط ايران 38% على اساس سنوي في تسعة اشهر موسيقى اهلا بكم من جديد النفط الذهب الاسود القوة الطاقة سميه ما شئ هو السائل الحيوي في حياتنا المعاصرة وعصب الحياة الاقتصادية لكثير من الدول ولكن يبدو انه في هذه الايام يمر بمنعطفات حساسة وتراجع في اسعاره وتأثير من ثم على ميزانيات كثير من الدول التي تعتمد عليه وحالة لا اقول تمرد في اوبيك ولكن يبدو ان هناك تباين وتقاطع في وجهات النظر في هذه المنظومة والكل احيانا يبيع ويعلي ويخفض على هواه انا معي مباشرة من جدة الاستاذ الدكتور صالح بن سبعان الكاتب والاكاديمي الاقتصادي للحديث في هذه الجوانب دكتور صالح مساء الخير وشكرا لوجودك معنا ولعلك تتابع المشهد عن كثب وعن قرب وهل اوبيك البعض يعني يسهب ابعد من ذلك ويقول ان اوبيك نفسها مهددة ربما بالتفكك في ظل عدم الانصياع والالتزام بتعليمات اوبيك هل تصل المزألة لهذه الدرجة مرحبا ولا نشكرك على الاستضافة حقيقة اوبيك هي اصبحت فعلا كما ذكرت مفككة وزادت تفككا هي اردي مفككة وزادت تفككا حقيقة عندما تجد المملكة العربية السعودية كاكبر مصدر ومنتج البترول من الدول التي لها او تلعب دور مبصلي في قرارات اوبيك فيما يتعلق بزيادة الاسعار او زيادة الانتاج تذكر عشان نرمي او نركز على دور المملكة العربية السعودية قبل عدة سنوات عندما ارتفعت اسعار البترول ارتفاع وصل الى اكثر من 100 دولار عقد مؤتمر للطاقة الدولي دعت لليه المملكة العربية السعودية جمع المنتجون والمستوردون لان المملكة العربية السعودية في سياستها البترولية الاقتصادية البترولية لا ترى انه في اختلال توازن السوق البترولي العالمي في مصلحتها اي بمعنى زيادة الاسعار عن الحد المعقول حينعكس سلبعا لا سيما ان معظم دول اوبك ومعظم الدول المنتجة العربية وغير العربية هي دول مستوردة فعند ارتفاع اسعار البترول هذا لا شك حينعكس على ما تستورده وهي تستورد ممكن 99% من احتياجاتها سواء السلعية او الخدمية او كل ما تحتاجه فبالتالي حيضطر المستوردون الذين يستوردون خاما ويحاولونه على شكل سلع وهذه السلع سواء استهلاكية او صناعية حتى نعكس سلبا على المملكة من خلال هذه النظرة ترى ان البترول لا بد يكون بين رينج 75 الى 80 دولار بل ان كثير من المحللين الاقتصاديين في الخليجة وفي منظمات بترولية خليجية يرون ان السعر المناسب هو 70 دولار للبرلمين اما الدول التي ترى عكس ذلك انه هي لا يعني انه زادت الاسعار هيكون ايجابي على الدول المنتجة نعم بالعكس هو سلبي على المنتجين والمستهلكين نعم دكتور صالح انت تعلم ان النفط الصخري اصبح منافس وكثير من الدول مثل الولايات المتحدة الامريكية رغم غلاء الاسعار في كيفية استخراجه الا انها تحاول ان تخلق منه نسبة كفاية وبالتالي اتجهت كل الدول المنتجة للنفط الى اسيا الى الصين الى الهند وحدث نوع من التكالب وحدث نوع من التراجع في الاسعار يعني منافسة الكويت الان تبيع باقل بخمسين سنت مثلا يعني الى اي مدى يفتح هذا الباب امام مصالح الدول منفردة في هذا السوق هذا اللي يعكس كما ذكرت في بداية تأليقك الموضوع التفكك الموجود في الاوبك وفي الدول الخليجية البترولية حقيقة الطاقة البديلة والاتجاه العالمي الان للطاقة البديلة اعتقد انه يعني ما عليش هو مكلف ولكن على المدى البعيد البترول ثروة ناظبة انت لو تشوف يعني هؤلاء العالم استراتيجيين يبحثون وينظرون نظرة بعيدة يعرفون ان البترول حياتي يوم ينتهي فهم الان يفكرون في البديل للبترول وفي الدول للطاقة الطاقة طبعا عندها بداية استخراجها واستخدامها مكلفة لا شك انشوف المملكة العربية السعودية عشان تحافظ هذه نقطة مهمة جدا عشان تحافظ على استقرار السوق العالمي سواء منتجين او مستهلكين لانه الاستقرار هذا حينعكس على الدول المنتجة ساهمت في زيادة انتاجها لكي تغطي النقص لا سيما في هذا الوقت الان والصراعات اللي دائرة الان في عالم العربي او في العالم ككل المملكة العربية السعودية لا ترى من المصلحة هو ان تتفع الاسعار اكثر من اللازم لانها سينعكس ذلك سلبا على الدول المنتجة والدول المستوردة كيف نقرأ الموقف الايراني الذي يقول بانه حرم من عائدات النفط لفترات طويلة في ظل العقوبات وانه الان مضطر ربما لان يبيع باقصى ما يمكن حتى يعوض ولو جزء من هذه الخسائر السياسة الايرانية الاقتصاد يربط مربوط جدا بالسياسة خاصة في ايران وعندما يتحدث بان هذا المنظر بالعكس ايران هي تسوق وعندما كان عليها العقوبات كانت تهرب الكثير من البترول باسعار زهيدة ويعني لا تتصور انه ما هناك من الوسائل فلا اعتقد ان السياسة الاقتصادية الايرانية يضغى عليها البعد والجانب السياسي اكثر ما يضغى عليها البعد الاقتصادي فلا اعتقد انها لها اي تأثير نعم تحدثت قبل قليل بان من 75 الى 80 دولار الى حتى 70 دولار تعتبر اسعار معقولة للنفط ولكن بمجرد ان يتراجع النفط لهذه الارقام التي يصل اليها الان حتى اذا كانت 90 نجد ان بعض الدول اصبحت تتململ وتتحدث ربما عن نوع من التقشف ونقص في الانفاق الحكومي الى ما ذلك من هذه التفاصيل لماذا يحدث ذلك لا اعتقد اللي ينظر هذه النظرة ان المسألة مسألة كم اموال ينظر لهذه نظرة قاصرة جدا بالعكس انت عندما يزيد دخلك وانت بلد مصاريفك اكثر من يعني قصلي مستولد اكثر ما تنتج في مجتمعك عندما زيد البترول انت حتتضرر اكثر ومصروفاتك حتكون تكلفة المصروفات حتكون اكثر الاقتصاديين الحقيقين الذين ينظرون للعمور ان ارتفاع اسعار البترول عن هذا الرينج اللي حددوه خبراء خبراء درسوا الوضع الاقتصادي في هذه الدول فلو تيجي مثلا للمملكة العربية السعودية عندما تضع تقديرات الميزانية والموازنة السنوية حقتها ما تضعها تضعها على اساس بين خمسين وسبعين دولار ما تضعها على اساس لانه السقف اللي موجود الان هذا السقف تذبذب وغير واقعي اصلا لا يعكس الواقع هي عملية عرض وطلب الا البترول انا اعتقد البترول لا يخضع لهذه القاعدة مئة في المئة كما يخضع لها اي سلعة اخرى لان البترول سلعة استراتيجية تؤثر على الاقتصاد العالمي وعلى المجتمع العالمي فالمملكة حريصة على هذا الجانب وانا ذكرت المؤتمر الذي عقد وانا حضرت هذا المؤتمر وكان مؤتمر اساسه هو كيف تحاول المملكة من خلال اجتماعها والتقاها مع المنتجين مع المستهلكين للوصول الى حلول تخدم المنتج والمستهلك في نفس الوقت نعم يا دكتور صالح الحديث عن بدائل الاقتصادية وتنوع المصادر الدخل وتنوع الاقتصاد حديث قديم يتجدد يأخذ به احيانا بجدية ويترك بمجرد ان يتدفق النفط باسعار كبيرة وينسى هذا الحديث اما انا الاوان للخليجيين للسعودية تفكر بشكل عميق جاد مؤثر استراتيجي في هذا الاتجاه حتى لا تدخل في هذه المآزق وتستقل السبع السمان حتى لا تأتي العجاف انا اعتقد المملكة لها استراتيجية ووضع لها استراتيجية عندما اشأت انشأت الهيئة الملكية للجبال وينبع وانشأت الصناعات البتروكيماوية كان الهدف من ذلك هو ايجاد مصادر اخرى وعدم الاعتماد على النفط مصدر وحيد او رئيسي الذي يشكل حقيقة تقريبا 90% الان فانا اعتقد طريقة استغلال استغلال الطاقة دول دول هذه لابد ان تفكر جديا وترجم هذه الخطط التي وضعتها ليس فقط على الورق وانما على ارض الواقع لانه النفط صراحة سلعة نارضبة والخبراء يقولون يعني خلال 30 او 40 سنة البتروف المملكة حينقص بشكل كبير نعم يا دكتور صالح لعلنا نتفق بأن اوبيك ضعيفة ومضعضعة ومتفككة لكنها لم تنفرط يعني حتى الآن دعنا نسهب للأسوأ اذا انفرط عقد اوبيك تماما ولعل بعض الشواهد نممكن ان تدرع على ذلك اوبيك اصلا مغضوب عليها من دول كبيرة من الممكن ان تعبث وتتدخل في الخلافات وتستغيل هذه المسائل بشكل او باخر ودونك الآن كثير من الدول الاعضاء داخل اوبيك ايضا يمارس نوع من التمرد والانفراط بالقرار في ايران وحتى دول خليجية ايضا ربما تريد ان تبع بمصالحها وإلى مذلك حقيقة اكتسبت دول المنتج البترول قوتها اساسا في الاوبيك والاتحاد اللي كان تام في اوبيك عندما انفرط والان تزاز عندما ينفرط ثقة ما من هذه ما يسعى اليه من يحاول ان يستفرد بكل دولة على هدى فالاستفراد هيكون ليس بمصلحتهم اما هؤلاء لو فكروا مليا يجدوا ان في اتحاد اوبيك وفي قوة اوبيك هو قوة تستطيع الوقوف في مواجهة الدول المستهلكة والدول الصناعية واذا استفردت بهم ستاخذ العام اللي يحصل خلينا اطلع شوي سياسة العام اللي يحصل الان في العالم هل نتصور انه مجرد دين لا يا حبيبي هذه اللي يحصل الان هو اقتصاد وسياسة يعني مصالح سياسية وليست مسألة اديان او ثقافات هذه هم دخلوها عشان يفرقوا هذه الامة ويستوحدون بها ويستطيعون ان ياخذوا هم اقذين الريدي بس ياخذون اكثر مما اخذوا حقيقة يعني هذا احب التنويل انا اشكرك على كل هذه الاراء البناء الدكتور صالح بن سبعان الكاتب الاكاديمي الاقتصادي شكرا على هذه الاضحات نتمنى ان نلتقيك في اوقات اخرى ونحن نتابع هذا المسار الحيوي وخط الاسعار الذي يتزبزب من يوم الى اخر شكرا جزيلا لك ومشاهديك اذا دعونا نسهب ايضا بعد تقلبات الاسعار في النفط ايضا الاسعار تتباين وتختلف واليوم كانت متوشحة بالاحمر يعني في الاغلب نتابع التفاصيل مع الزميل نوها علي جلسة التدولات اليوم الاربعاء ايضا حملت الكثير من عمليات بيعية للكثير من المؤشرات الخليجية على رأسها السوق السعودية والتي تدهورت احوال كل القطاعات كلها لجأت للالوان الحمراء الاكثر تراجعا بين هذه القطاعات كان القطاع النقل اضافة الى ضغوط على الكثير من الاسهم القيادية والمؤشر خسر منطقة العشرة الالاف نقطة قيم التدولات فوق السبعة مليارات حتى بالنسبة للأسواق الاماراتية التي تعرضت في بعض مراحل الجلسة للارتفاعات لكنها عادت وقلصت هذه الارتفاعات وأنهت الجلسة على تراجع في سوق دبي بأكثر من 1.7% قيم التدولات كانت أعلى قليلا من المليار درهم في سوق أبوظبي أيضا التراجعات بحدود الربع النقطة مئوية السوق القطرية حملت ضغوط بيعية على الكثير من القطاعات والمؤشر العام خسر من رصيدة أكثر من 1.3% الملفت حول السوق البحرينية التي كانت هناك استثناء وخالفت أداء الكثير من القطاعات أو المؤشرات الخليجية ولجأت للارتفاع بحدود العشرين نقطة مئوية السوق وهذه الكميات يبدو أنها تحافظ عليها السوق منذ بداية جلسة التداولات الأسبوعية فيما يتعلق بالأسواق المصرية استطعت الكثير من الأسهم أن تلجأ لعمليات شرائية نهاية الجلسة فقط مؤشر EGX كان قد لجأ لتراجعات في مقابل ارتفاع لمؤشر الثلاثين بعشرين النقطة المئوية والسوق الأردنية أيضا تراجعت بحدود العشرين إذن مشاهدي الكرام اليوم العالمي للصحة النفسية العالم كله يحتفل بذلك والعالم أيضا ربما كله يعاني نفسيا ضيفتنا بعض الفاصل الدكتورة فرحانة منصوب استشارية الطب النفسي في المركز الأمريكي النفسي والعصبي المترجم للقناة الحقيقة هذا الأسبوع من العام في هذا الشهر تحديدا وابتداء من العاشر من أكتوبر يحتفل العالم باليوم العالمي للصحة النفسية وهذا يدل على أن الصحة النفسية شيء مهم ومفصلي وحاسم وأساسي ونحن كذلك نحاول الاحتفال بهذه المناسبة في هذا البرنامج ففي العاشر من أكتوبر يعتبر يوم لإسكاء الوعي العام بقضايا الصحة النفسية والغرض هو إجراء نقاش أكثر انفتاح بشأن الأمراض النفسية وتوظيف الاستثمارات والخدمات ووسائل الوقاية الإحصاءات التي تصدر على المنظمة الصحة العالمية ذكرت بأنه حوالي 154 مليون نسمة يعانوا من الاكتئاب وذي تصريحات لسنوات بعيدة خلت يعني العدد يمكن في زيادة وفي هذه الأيام ربما تضعف بسبب ما يعيشه العالم من حال التوتر على الصعيد العالمي والاكتتاب واحد من هذه الأمراض النفسية على كل أنا أنقل ذلك لأهل الاختصاص ومعي هنا في الاستوديو الدكتورة فرحانة منصوب استشارية الطب النفسي في المركز الأمريكي النفسي والعصبي كل عام أنت بخير أولا أنتم المعنيين بهذا الأمر وبهذا الاحتفال ولا شك في أن الصحة النفسية تعنيكم من الدرجة الأولى الناس في العالم يعتنوا بصحتهم العامة وحيانا لا يعتنوا حتى بها ولكن يعني حتى نقرب الشقة إلى أي مدى هناك صحة نفسية تماما كصحة البدن والأسنان ويجب أن نحتني بها شكرا على استضافتي أنا لدي شعور أن هناك على مستوى العالم هناك شعور بأهمية المشاكل الصحية والنفسية وتأثيرها على السكان ولا سيما أن الناس يعانون من هذه الأمراض وبالتالي العلاج المبكر والتشخيص المبكر أمر مهم في بعض الأحيان الناس وعائلاتهم يعلمون بأنهم يعانون من شيء ما لأنهم يشعرون بألم شديد لكن هم يعيشون في حالة إنكار بمعنى أنهم لا يريدين أن يقبلوا بأن لديهم مرضى نفسيا بسبب شيء ما وهذا أمر غير مدعوم من الأسرة ربما بسبب الناحية المالية والوصمة تجاه الحالة النفسية والأمراض النفسية لذلك أولا أرغب أن أوصل رسالة بأن من المهم أن يعتني المرء بصحته النفسية فهي تماما مثلها مثل الصحة الجسدية فمثلا إذا كان لدينا مريض لديه السكري يذهب إلى الطبيب للحصول على الأنسلين وكذلك الحال نسبة للمريض النفسي يجب أن يذهب إلى الطبيب النفسي لمعالجة الاكتئاب لأن الأمراض الجسدية يمكن أن تصبح أسوأ ويمكن أن تصبح في حالة أسوأ وكذلك الحال مع الأمراض النفسية يمكن أن تؤثر أيضا على الحالة الجسدية والأمراض أو الحالات الأساسية هي العوز في الفيتامين أو النقص في التيرويد أو أحيانا قد تؤدي إلى جلطات أو إلى نوبات هذه مشاكل طبية عادة لو حصلت لديك ستذهب إلى الطبيب لكن ربما إذا كان لديك مرض نفسي فإنك لن تلجأ إلى الطبيب فللمرض دائما جانبان الأمراض نفسية أحيانا قد تتجلى على شكل أمراض جسدية في بدنك وهي يمكن أن تؤثر على مصاري الأمراض بحد ذاته وبالتالي إذا كنت تشعر بالاكتئاب وإذا كان لديك مشاكل في القلب فاحتمال حصول الوفاة المبكرة هو أعلى مقاتلا مع الأشخاص غير المكتئبين دكتور أنت تعلمي أنه في كثير من دول العالم الأول نجد أن زيارة الطبيب النفسي مزألة عادية ومعتادة ويتعامل معها الناس بهذا الشكل ولكن في مجتمعاتنا المزألة تدخل فيها مسائل اجتماعية أخرى وعلى طول يوصف المريض النفسي بالجنون مثلا في أقصى درجات المرض النفسي وهو ليس كذلك يعني مهمة من في تقديرك الذي يستطيع أن يرتقي بالوعي العام للناس ويفهمهم بأن هذه المسائل مسائل طبيعية ومعتادة وجزء من الصحة العادية للمجتمعات لا يجب أن يكون لدينا شخص واحد فقط مسؤول عن نشر الرسالة وأنما الجميع مسؤولون وأنا كشخص يعمل في قطاع الرعاية الصحية النفسية تحديدا واجب أن أثقف الناس وأن أشجعهم على الحصول على المساعدة المعاناة لن تذهب وإنما سوف تبقى معك وتجعل وضعك أسوأ وبالتالي يجب أن نزيل الوصمة إزالة الوصمة أمر مهم جدا فالطب النفسي هو أحد حقول الطب الذي لا يقدره الأطباء حتى بين صفوف الأطباء فهم يشبهون المجتمع نحن كمجتمع واجبنا أن نساعد الناس من حولنا وأن نشجعهم على التثقف بهذه المسائل وكذلك رفض حالة الإنكار والسعي لتحسين حياتهم دكتورة وأنت سيدة العارفين أحيانا التواصل المباشر بين الناس يجعل الشخص في حالة عدم شعور بالوحدة إلى حد كبير وهذه المسألة تنعكس على نفسياته هذا على الشكل العام الآن وفي ظل هذا العالم المتطور لحظنا أن الكثيرين أصبحوا ميالين للإنعزال مع وسائطهم الاجتماعية ما يسمونه بوسائط التواصل الاجتماعي وخبراء الاجتماع الفيسبوك والواتساب أو غيره وعلماء الاجتماع يقولون بأنها تحمل عكس هذا الاسم هي قطعا ليست بوسائل التواصل الاجتماعي هي وسائل عزل الاجتماعي لأننا أصبحنا نشاهد أن كل شخص يركز في الجهاز الذي يعنيه هو من ثم يتواصل إلى أي مدى هذه المؤثرات أيضا ألقت بثقلها على الصحة النفسية بالتأكيد لها تأثير على الصحة البدنية والنفسية في الوقت ذاته لأن هذا النوع من نمط الحياة يؤدي إلى البدانة ونراه بين الأطفال نتيجة ألعاب الفيديو ومشاهدة التلفزيون إذن هذا الأمر لا يقتصر على البالغين فقط وأن ما نره بين الأطفال أيضا وفاة الإعلام لها تأثيرات إيجابية ولها تأثيرات سلبية عندما يكون هناك مبالغة في التعرض له وبتالي لا بد من وضع حدود والتشجيع على التفاعل الاجتماعي الذي يؤدي إلى النمو الاجتماعي وعندما يجتمع الناس مع بعضهم يصبحون أكثر سعادة ولا سيما إذا كانوا بين أناس كثيرين ودائما هذا شكل أفضل وأكثر صحة للحصول على المساعدة مقارنة مع الجلس على الإنترنت فقط يا دكتورة فرحانة في الصحة التقليدية أو الصحة البدنية دائما متوجه النصائح والإرشادات للإنسان بأن يحافظ على صحته بالرياضة ربما بالنوم المبكر أن يشرب الماء بكميات كبيرة أن يأكل الخضروات أن يتوخى أوقات من الراحة أن ينام بشكل إلى ما ذلك من هذه التوجيهات هذا فيما يختص بصحتنا العامة هل تمت موجهات أيضا للصحة النفسية والوقاية من الأمراض النفسية؟ هذا سؤال موجه جدا لأن هذا الأمر يعني بأننا لا يجب فقط أن نعيش حياة صحية وإنما يجب أن نبدأ من البداية فإهمال الأطفال في صغرية وكذلك شرب الكحول والمخدرات كل هذه العوامل يمكن أن تؤثر على الدماغ ويجب تحاشيها والبالغون والأطفال يجب أن يعلموا بأن استهلاك الكحول والمخدرات وكذلك أدوية النوم التي تبع بلا وصفة هذه أشياء ضرّة وكثير من الناس لا يعلمون ما هي التأثيرات ضرّة وبالتالي كل شيء من هذه الأمور له تأثير على حياتنا ربما هناك شيء آخر أيضا مهم يجب القول به ويجب الاعتراف المبكر وهذا الأمر يتم عن طريق القراءة والتثقيف وتشريع الناس على طلب المساعدة لأن المرض إذا ترك دون معالجة فهذا يعني أنه ستصبح معالجته أصعب مع مرور الوقت وبالتالي التدخل المبكر ومعالجة القضايا منذ البداية وقبول المرض النفسي وعدم إنكاره والحصول على الدعم للأسرة هذه أمور يمكن أن نعمل عليها بسهولة حتى نخرج من حالة عدم الإنسيام على الصحة النفسية بشكلها التقليدي لبعض الأسباب الاجتماعية التي تطرقنا إليها في هذه الحلقة ونحن نقارن بيننا وبين الغرب في أن الذهاب إلى الطبيب النفسي هو مزألة عادية لماذا لا تتوفر مراكز دعم نفسي حتى مجانية أو عن طريق الهاتف كخطوة أولى في سبيل الارتقاء بالوعي النفسي أليست فكرة جيدة؟ أنا أنحدر من عالم فيه وعي أفضل فقبل شهر كنت في الولايات المتحدة وهناك نجد الكثير من خطوط المساعدة والمراكز ونحن نعمل على هذه القضايا طبعا في البداية يجب أن نروز للمعرفة ولقبول المرض النفسي تماما كما يقبل الناس الأمراض الجسدية وكذلك يجب أن نروز لمبدأ المساعدة وأن المريض بإمكاني الحصول على المساعدة هذا أمر يحتاج إلى جهود كثيرة ولكن أنا أشعر بالإيجابية من أننا سنستطيع التعامل مع هذه المواضيع دكتورة أيضا الحديث عن بعض الأضعمة التي نحن لا ندري طبعا علمية من هذه الأحاديث بعض الأضعمة والمأكلات التي تساعد على الراحة النفسية البعض يتحدث عن الشوكولاتة تناول قضعة من الشوكولاتة كفيلة بأن تريحك نفسيا والبعض الآخر يتحدث عن الكاجو يقولون بأن الكاجو يعادل حبوب الاكتئاب في الإحساس بالمدعى هل هي فعلا تأثيرات نفسية لا أساس لها من الصحة أم أن هناك بعض الأضعمة النفسية فعلا تحسن المزاج النفسي أجريت دراسات تشير إلى أن هناك مستقبلات للشوكولاتة في الدماغ وعندما يشعر الناس بالاكتئاب يرغبون بالحصول على السكر وبالتالي بعض الرغبة في الحصول على النشويات هذا الأمر يؤدي إلى أن يلجأ الناس إلى تناول أطعمة سكرية مثل الشوكولاتة وبالتالي أكل الشوكولاتة يجعلهم يشعرون بأنهم يحصلون على ما يريدونه من النشويات وبالتالي يشعرون شعورا أفضل نتيجة لذلك السؤال الأخير وإجابة قصيرة لو سمحت أيهما أكثر عرضة للاكتئاب؟ الرجال أم النساء؟ النساء نعم وهو خبر محبط يعني كثير من النساء الآن في القلر عندنا يدير هذه الجولة منتقة هذه الجولة وكلهم على كلين يمكن النساء لأنه أكثر حساسية وأكثر عاطفة الدكتورة فرحانة منصوب وفرحانة يعني سعيدة صحيح؟ نعم نتمنى لك دوما أن تكون سعيدة استشارية الطب النفسي في المركز الأمريكي النفسي والعصبي وشكرا لكم مشاهدي الكرام نتمنى لكم دوما صحة نفسية وصحة بدنية وعافية على الدوام والرياضة الحقيقة طريق قصير أيضا نحو الصحة النفسية والبدنية برشلونة يتحايل على عقوبة الفيفة عن طريق استعادة لاعبي القدامى تحياتي والثريق العامل في هذا البرنامج كل عام تبخير سيد خريصات اليوم عيد ميلادو زمين للعزيز إلى اللقاء أهلا بكم يتجه نادي برشلونة الإسباني لاستعادة خدمات لعبه المعارئ لصفوف إشبيليا في الموسم الحالي دينيس سوارز وأعادته للفرق الكتالوني بداية من صيف العام المقبل ويحاول برشلونة ضم اللاعب في الصيف المقبل بعد تخوف الإدارة من تنفيذ عقوبة الفيفة بعدم إجراء تعاقدات لفترتين انتقالت بسبب مشاكل إدارية في التوقيع مع لعبين القاصرين وجلبهم لمدرسة لمسية ونبقى مع برشلونة حيث كشفت تقارير صحفية إسبانية عن أن أزمة انتقال البرازيلي نيمار دا سلفا إلى برشلونة الإسباني قد يتم حلها بشكل نهائي مقابل دفع عشرين مليونا وخمسمائة ألف يورو للضرائب وذكرت صحيفة ماركا الإسبانية أن هناك بوادر لحل أزمة انتقال البرازيلي نيمار إلى صفوف برشلونة في صيف العام الماضي وأن النادي الكتالوني يمكن أن يطوي صفحة انتقال النيمار إلى الأبد وإلى ستانفور بريج حيث معقل تشلسي ذكرت تقارير صحفية إنجليزية أن نادي البلوز دخل سبق التعاقد مع نجم الهجوم الإنجليزي رحيم ستيرلينغ مهاجم ليفربول الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة وبحسب صحيفة دالي إكسي بريس فأن البلوز قد رصدوا مبلغا يتجاوز 48 مليون جنيه ستيرليني للتعاقد مع ستيرلينغ وذلك من أجل إقناع إدارة ليفربول بالتنازل عن اللاعب والسمح له بالرحيل إلى لندن شكرا لكم وإلى اللقاء اشتركوا في القناة